اشتركوا في القناة وضرورة وصول المساعدات الإنسانية غير المشروطة والمستمرة إلى المدنيين في المدينة القديمة دعية أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والمرافق المدنية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ذلك نشهد أهالي الفرع البلدي المحجور ببلدية مصراطة رئيس المجلس الرئيسي المقترح ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والمجلس البلدي مصراطة نشهدهم العمل على استقلالية إدارة مشروع البنية التحتية الأهالي وفي بان لهم طالبوا باستبعاد رئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة مصراطة عن المشروع وتولي جهاز الإسكان والمرافق تكليف من يشرف على سير المشروع نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برريم ورد من معلومات بشأن دعوة ليبيا لحضور القمة الاقتصادية التنموية المزمع عقدها في التاسع عشر من هذا الشهر ببيروت وأوضح المكتب الأعلامي البري في بيان أن ما جاء من معلومات بهذا الشأن تحديدا عارية عن الصحة وذكر المكتب أن وزير المالية اللبناني أحتج لدى الرئيس برري على توجيه دعوة إلى ليبيا لحضور القمة وأبدى المكتب استغرابه مما سمها بالاختلاقات والتلفيقات التي وصلت لهذا المستوى من القضايا نهاية الموجز إلى اللقاء